أكان لابد أن تضيئي النور يا ليلي يعني رواية صغيرة جداً كتبت ونشرت في بداية السبعينات 1970 كتبها الأديب الكبير يوسف إدريس أكيد لم يكن يتخال أن الرواية حتفضل جيل بعد جيل يقدمها بوجهة نظره الرواية مقدمة الآن من خلال يعني موضوع اسمه صلة لمجموعة من الشباب الموهوبين ما بين طلباء وما بين أيضاً شباب موهوبة في التمثيل والدولة بتحتضن الشباب الآن وتقدم هذه المشروعات على مصرح الدولة يحدث الآن على مصرح الطليعة صلة صلة إيه الحكاية فيه وحكايته إيه بليلي رواية الأديب الكبير يوسف إدريس وحكاية الشباب أصلاً إيه في هذه الرؤية خليني كده أسلم عليهم ومسي عليهم ونعرفهم واحد واحد نساء الخير صلة إن شاء الله على خير بإذن الله ونسوف إيه الموضوع حنبدأ بقى علشان البنوتة الوحدة لازم أحييها الأول نيرفانا الخطيب نيرفانا بتعمل دور في المصرحية أيوة وبتعملي دور إيه نيرفانا هو على الورق الأصلي أو في القصة صفية بس في العرض بتاعنا هو اسمه سكر سكر هي بنوتة عندها 18 سنة يعني أو 19 سنة احنا بنلعب في الزمن ده ايه مرات المعلم اه اتجوزت واحد أكبر منها بكتير قوي في السن وبتبدأ من هي تبقى بنوتة مغمضة ما لهاش في أي حاجة خالص لأن هي بتتحول بتبقى المعلمة ايوة صح نبدأ بقى برب العمل المخرج أحمد علاء أحمد انت شكلك صغير ده كان مشروع وقررته تعمله بقى مع بعض يعني مين صاحب الفكرة صاحب الفكرة في الأصل هو الكاتب أو المؤلف في العمل الدراماتورج محمد السوري ده شخص شاطر جدا كتب النص ده وبعد كده أنا قريته فاخدت النص ففهمت بقى أنه هو من قصة قصيرة لكاتب الكبير يوسف إدريس أكان لابد يا للي أن تضيق النور اتعامل أول مرة عندنا في جامعة عين شمس في المهرجان الزاتي احنا عندنا مهرجانين بتعملوا في السنة مهرجان كبرى ومهرجان ذاتي اتعامل في الزاتي اللي هو بيخرجوا أحد طلبة الجامعة وطلبة كلية بس كان أول ظهور العرض والحمد لله ربنا قرمنا فيها وخدنا مركز وكانوا الحضرين طلبة يعني الطلبة هم اللي كانوا حضرين كله كان طلبة طيب نخش بقى الممثلين نعتاولى بقى اللي موجودين فهنا أحمد أحمد الجهري أحمد دورك إيه؟ أنا عبد العل شيخ عبد العل هو شيخ أزهري طبعا لسه خريق انت البطل يعني شيئا نقول أحمد هو البطل شكرا هو لسه خريق جديد من جامعة الأزهر بتعيينه بيكون في البطنية اللي بتدور أحداث الرواية عنها فهو بيوضع هنا في اختبار يعني اختبار هل أنت فعلا جاي تؤدي رسالتك ولا هتسقط في الاختبار اللي بيبقى عن طريق للي ولا أدواء الأدواء المدينة هتكلك الأدواء بالضبط هتكلك أو كده بالمعنى ده أو أنت كمان مش مش مؤمن بأي حاجة بالضبط أو أنت فارغ أو أنت سوريا فقط مش بداخلك فعلا أنه هو اختبار زي جملة بتقال في النص لوجودها لمؤمن حقيقيا دون اختبار يا دي الفكرة ده المعنى عند كاتب الكبير يوسف إدريس أكيد محمد صلاح أحد الموثلين دورك إيه يا محمد في المصدر؟ أنا دوري المعلم حانتيتة آه هو صاحب فأنت يعني جوس نرفانة تالي مع الزبها أيو بالضبط كده المعلم حانتيتة هو كبير البطنية أو كبير الحي اللي هم عايشين فيه هو بيتعامل مع نفسه بالنسبة للناس وإنه الإله بتاعهم هو اللي مسيطر على كل حاجة هو اللي بيقول يمين يمين شمال شمال بيبتدي بتجارته للمخدرات إنه يكسب تجارة غير مشروعة يبتدي يبقى لهم فبيدخل عليه شيء الجديد الشيخ ده عايز يعدل الميلة بالبلدي فهو المعلم حانتيتة ليه معتقدات ليه فكر هو اللي هيتطبقه بس ما ينفعش حد ييجع ليه من مرة طبعا ما خد بالك التضاد في القصة دي لطيف كده نحن هنبدأ نشوف صور على الشاشة من العمل بتاعكم التضاد وإنتوا الاثنين قاعدين جم بعض فهو لم تزمت الديني ولا كمان الانحراف والإدمان والفجور والمخدرات لا دا ولا دا هو كمان المعلم حانتيتة عنده اقتناع أنه بيصلي الفرد بفرده وماشي ورى طريق ربنا وعنده اقتناع أن الأفيوم مش حرام وأنه هو بيتاجر يعني مش مهم يقتل البني أدمين ولا يضرهم بس هو راجل مؤمن يعني لا لا وبيبيع المخدرات بزمة وضمير بالزبط وبيصلي الفرد الفرد ويجري على صلاة ربنا ووقت ما الأدام بيأزن وكده هو مقتنع أنه بيعمل كل حاجة حلال هو ما بيعملش حاجة حرام وماشي ورى ربنا وبيعمل الصح عشان كده ما هي تيه حلاوة الأديب الكبير وسيد إدريس أنه غصف الشخصيات شخصيات موجودة وشخصيات مغيبة هي مش عارفة هي مين أصلا بالزبط فبيعمله شبه الحاجات يعني هو بيعمل شبه الدين هو مش متدين ولا سليم هناخد بقى طبعا إيه إنت أولا اسمك يعني اسمك هو الواحده سينمائي عمر شريف بدر جاهز انت يا عمر بناي خليك بتعمل دور إيه أنا بعمل دور صنقر صنقر ده شاب صغير بيتولد ما بيلاقيش ولا أب ولا أم بيربيه المعلم فالمعلم دايما شايف أنه هو بيعمل فيه جميل أنه بيربيه بس في نفس الوقت فيه سراع جوه صنقر أنه هو ما بيحبش كلمة ابن الحرام هو المفروض في المسرحية ابن حرام آه طبعا ما يعرفش ابوه مين آه فهو عنده حتة إنسانية المفروض الناس تتعاطف معه فيها اللي هي ابن الحرام وفي نفس الوقت هو شخص وحش جد اتولد ملقاش حد يصلح له دايما المعلم واخده تحت إيده بيبيع معاه وفي آخر المسرحية بقى بينتقن بس فبيجوز بيوريهم ابن الحرام بيعمل بيزبط الدنيا بيزبط فآخر المسرحية بقى بينتقن من المعلم بس برضو المعلم هو اللي بيموته المعلم أقوى منه وبينتقن منه عن طريق مراته إنه هو بيروح بقى لمراته وبيغويها لحد ما بتقع في حبه طبعا اللي هي نيرفانا الغلباني نيرفانا قوليلي أنت كجيل يديد ورواية زي دي شوفي مكتوبة من إمتى وتم نشرها في السبعينات ورواية لسه شبه برضو الحياة اللي احنا عايشنا أنت شايفة زي شايفة أنه روايات دي بجد ممكن تأثر في الطلبة وبالذات إن هي حنتكلم طبعا بعد شوية على اهتمام الدولة ومصرح الطالية بس أنت قوليلي وجهة نظرك أنت كشبه يعني شايفة نوعية روايات دي فعلا بتأثر في الشباب طبعا أي مصرحية يعني المصرحات تحديدا كمان قريبة للناس أكتر يمكن من المسلسلات ممكن ده كان في فترة زمنية معينة مثلا كان أكتر أو المصرحات كانت أكتر دلوقتي بدأت إن هي بترجع أو المصرح بدأ إنه يرجع صور بتاعتك على الشيشة مش عنا دي وطري مش عنا دلوقتي آآآ يعني الطبيعي بتاع إن أنا بقى قاعدة شايفة ممثل أو إن أنا بقى شايفة حالة قدامي كأنها بتحصل أو إنها متجسدة قدامي على المصرح دي طبعا بتفرق كتير قوي قوي فكرة إن الروايات يعني موجودة لأ هو الكاتب الكبير طبعا يوسف إدريس هو بيكتب حالة أو كان بيتكلم عن فترة معينة مثلا بس ممكن تفضل ممتدة يعني حالة إنسانية ممتدة طبعا هي حالات موجودة يعني مجتمعات أصلها لا تتغير الشر موجود والخير موجود والاختلاف ما بينهم وزواج القاصرات هو هيفضل موجود فكرة أن حد يبقى يعني يتاجر مخضر أو بيلعب مثلا بالكلام أو كده ده هيفضل موجود طول الوقت أكيد